الممثل محمود عبد العزيز اسم الميلاد محمود عبد العزيز محمود ولد في 4 يونيو 1946 في الأسكندرية بمصر حصل على درجة الباكالوريوس ثم درجة الماجستير في تربية النحل وبدأ مشواره في بداية السبعينية وبدأ أدوار البطولة منذ عام 1975 حتى منتصف السمانينيات حين قدم أحد أهم أدواره على الإطلاق في مسلسل رأفة الهجاب بلغ عدد أفلامه السينمائية 84 فيلما سينمائيا حصل على العديد من الجوائز في مهرجانات دمشق والقاهرة السينمائية والأسكندرية السينمائية توفي في 12 نوفمبر 2016 عن عمر سمعين عاما بعد صراع مع المرض ودفن في مقابر أم جيبيبة بالورديان بالأسكندرية بالقرب من منزله الذي تربى فيه الممثل أحمد زكي اسم الميلاد أحمد زكي عبد الرحمن ولد في 18 نوفمبر 1946 بالزقازيك بمصر هو ممثل ومنتج مصري مات أبوه بعد ولادته ورباه جده التحق بالمدرسة الصناعية ثم حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج سنة 1973 بتقدير امتياز كان أول ظهور له على المسرح في سنة 1967 وكان يقلد الفنان محمود الميليجي ظهر في السينما في سنة 1972 ويعتبر سالس أكثر الممثلين في قائمة أفضل مئة فيلم تزوج من الممثلة الراحلة هالة فؤاد وأنجب منها ابنه الوحيد هيسم الذي توفي لاحقا في 2019 توفي في 27 مارس 2005 عن عمر 59 عاما إصر صراع طويل مع مرض سرطان الرئة نتيجة كثرة شرب السجائر وتردد أنه أصيب بالعمى في أواخر أيامه إلا أنه طلب من المحيطين به التكتم على الخبر الممثل يحيى الفخراني اسم الميلاد محمد يحيى محمد إبراهيم مصطفى الفخراني ولد في 7 أبريل 1945 بمحافظة الدقة أهلية بمصر عمره الآن 77 عاما هو في الحقيقة مع شوق الدراما المصرية حصل على بكالولوس الطب والجراحة سنة 1971 من جامعة عين شمس بالقاهرة وكان عضوا بارزا في فريق التمثيل في الكلية وحصل على جائزة أحسن ممثل على مستوى الجامعات المصرية مارس مينة الطب لفترة قصيرة في مجال الأمراض النفسية والعصبية تعرف على دكتور لميس جابر أثناء الدراسة وتزوجها وأنجب منها ولدنا وبنتا قام بالعديد من الأدوار الناضجة والناجحة والتي تركت أسرا كبيرا عند جمهور السينما والتلفزيون والمصرح يعد بحق أحد الممثلين المفضلين للأسرة العربية الممثل إبراهيم خان ولد إبراهيم خان لأب سوداني وأم مصرية في 12 أغسطس 1936 في مدينة مدني السودانية جاء إلى مصر سنة 1954 وعمل في البداية بإزاعة ركن السودان التي أصبحت بعد ذلك إزاعة وادي النيل التحق بمعهد الفنون المصرحية وتخرج منه في سنة 1961 قدم العديد من الأدوار السينمائية وله سلاسة أفلام ضمن قائمة أفضل مئة فيلم مصري آخر مشاركة له كانت في عام 1992 تزوج الفنان إبراهيم خان من سهير رمزين وعاش معها عاما واحدا ثم تزوج من خارج الوسط وأنجب منها ابنته الوحيدة توفي في 7 يناير 2007 بعد صراع مع تلايف الكبد والرئتين عن عمر سبعين عاما الممثل محمد صبحي ولد في القاهرة في 3 مارس 1948 وتخرج في المعهد العالي الفنون المصرحية قسم تمثيل وإخراج بتقدير امتياز سنة 1970 وكان زميله في التخرج ورفيق رحلته لنين الرملي بدأ في 1968 في أدوار صغيرة في سنة 1980 كون فرقة السيديو 80 هو ورفيقه لنين الرملي وقد نجح سويا في تقديم مجموعة من أنجح المصرحيات في هذه الفترة في سنة 1984 قدم سلسلة من المسلسلات في التلفزيون أبرزها رحلة المليون وسمبل وفي عام 1994 قدم شخصية ونيز التي استمرت لثمانية أجزاء ثم المسلسل الأشهر فارس بلا جواد يوصف بأنه قائد عسكري في المصرح لحزمه وشدته حصل على الكثير جدا من الجوائز وما زال عطاؤه مستمرا من الأعمال الهادفة عمره الآن 74 عاما الممثل طلعت زكريا اسم الميلاد طلعت زكريا محمد يوز ولد في 18 ديسمبر 1960 بالأسكندرية بمصر وتخرج من قسم التمثيل والإخراك في المعهد العالي لفنو المصرحية سنة 1984 بدأ مشواره الفني سنة 1982 ثم تعددت الأعمال وحقق فيلمه طباخ الرئيس إرادات ممتازة ونجاحا باهرا أصيب في سبتمبر 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى غيبوبة تامة استمرت لفترة ثم تعافى منها كان من أكثر الممثلين معارضة لصورة يناير واتهم الموجودين في ميدان التحرير من الشباب بأنهم شباب منحرف قام نشطاء بوضعه على قائمة سوداء نظرا لما قاله على الصورة توفي إصار أزمة صحية ناتجة عن مرض التهاب السحاية في 8 أكتوبر 2019 عن عمر 59 عاما الممثل دريد لحام اسم الميلاد دريد محمد حسن لحام ولد لأب سوري وأم لبنانية في أوائل فبراير 1934 في حي الأمين في دمشق القديمة بدأ بأداء شخصية كارلوس عازف الجتار المكسيكي ثم غير إلى شخصية وارد طرشة الكوميدي والتي أداها في معظم أعمال درس الفيزياء والكيمياء في جامعة دمشق ثم قام بالتدريس في صلخة في جنوب سوريا اختلف الناس حول ديانته والحقيقة أنه مسلم شيعي أمره الآن سمانية وثمانون عاما الممثل نجاح الموجي اسم الميلاد عبد المواطي محمد الموجي ولد في 11 يونيو 1945 في قرية ميت الكورمة مركز طلخة مخافظة الدق أهلية بمصر استعار اسم الشهرة من شقيقي الأكبر عرفانا له لدعمه له وتشجيعه حصل على بكالوريوس المعهد العالي الخدمة الاجتماعية وحاول التقدم للمعهد العالي لفنون المصرحية عدة مرات ولكنه فشل بدأ مشواره الفني مع سلاسي أضواء المصرح في أواخر الستينيات أصر الموجي شاشة التلفزيون والمصرح بأعماله الكوميدية والتي ترك فيها رصيدا كبيرا ومهما وله سلاسة أفلام في قائمة أفضل مئة فيلم حاز على جائزة أفضل ممثل في فيلم أيام الغضب في مهرجان دمشق السينماء الدولي وظل في وظيفته الحكومية حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة توفي في 25 سبتمبر 1998 قصر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر 53 عاما الممثل علاء ولي الدين اسم الميلاد علاء سمير سيد ولي الدين ولل في 11 أصص 1963 في بني مزار بمخافظة المينيا بمصر جده هو الشيخ سيد ولي الدين مؤسس مدرسة في القرية التي نشأ فيها أنشأها على نفقته الخاصة تخرج في مدرسة مصر الجديدة الثانوية عام 1985 حصل على بكالوروس التجارة من جامعة عن شمس بالقاهرة قام بالعديد من الأدوار الثانوية في أفلام عاد الإمام ثم انطلق وقام بالعديد من البطولات السينمائية ويعد فيلم الناظر أشهر الأعمال الخاصة به وآخر أفلامه هو فيلم ابن عز توفي في أول أيام عيد الأضحى 11 فبراير 2003 بسبب مضاعفات مرض السكر عن عمر 40 عاما